موسيقى صباح الخير متابعينا أصعد الله وقاتكم بكل خير إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم يوم الجمعة طبعا اليوم الأحوال الجوية بشكل العام أجواء باردة نتأثر بمنخفض جوي من الدرجة الثالثة هذا منخفض جوي ما بين متوسط إلى عالية الفعلية وهو ناتج عن تأثر المملكة باندفاع لكتلة هوائية قطبية باردة معدل درجة الحرارة المعتاد لمثل هذا الوقت من العام في العاصمة عمان بصل لحوالي تقريبا ما بين 18 إلى 20 درجة موية اليوم العظم توقعينها في العاصمة عمان فقط 6 درجات موية تقسماطر في أغلب الأوقات في شمال ووسط المملكة مع تساقط الزخات البرد ممكن شون في شوية زخات ثلجية في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية والوسطى درجة الحرارة الموسية اليوم تقريبا 5 درجات الرطوبة النسبية مرتفعة وسرعة الرياح معترة تقريبا 25 كلمتر بالساعة وإنذات الاتجاه معين الغربي إلى الجنوب الغربي كمان شوي خلال ساعات النهار تشتد الأمطار تصبح أكثر غزارة تترافق مع تساقط الزخات البرد كما ذكرنا مسبقا وإن شاء الله مع ساعات مساء هذا اليوم والليل القادم يتوقع تعمق الكتلة الهوائية القطبية المندفعة على المنطقة بحيث اعتبارا من ساعات المساء الأولى يتوقع أن تتشكل جبهة هوائية تعبر المنوكية بشكل تدريجي تجلب معها تجدد في الهوطلات أكثر غزارة وانتظاما كما ساعات نهار هذا اليوم الأمطار تكون متركزة في المنطقتين الشمالية والوسطى وبعض الأجزاء الشرقية لكن مع ساعات الليل القادمة تمتد هذه الهوطلات تشمل مناطق واسعة من المملكة مع دخولنا في ساعات الليل إذن تتعمق الكتلة الهوائية القطبية يبدأ تساقط الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية جبال الطفيلة العالية مع ساعات الليل الأولى ومع دخولنا واقترابنا في ساعات منتصف الليل وما بعد منتصف ليلة الجمعة السابق يتوقع أن يمتد تساقط الثلج يشمل المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن ألف متر عن سطح البحر وهي تشمل مناطق من غرب العاصمة الأردنية عمان مناطق أيضا مرتفعة عالية من جبال جرش وعجلون إضافة إلى جبال الكرك والطفيلة وجبال الشراء مناطق مثل لواء الشوبك، مناطق العالمة لواء البتراء، الطيبة، جبال مبرك، الرشادية، القادسية هذه مناطق كلها مرشحة بمشكلة تتساقط وتتراكم فيها الفروج على فترات بالنسبة للعاصمة عمان ربما تشهد باقي مناطق العاصمة عمان زخات فلجية لأن تراكم يكون كلما زاد الارتفاع تحديدا بعض فوق ألف متر على سطح البحر بمشيئة الله تعالى نسترد معكم وسوية درجات الحارة العظمى المتوقعة نهار هذا اليوم والصغرى الليلة القادمة نبدأها بالمناطق الشمالية من المملكة في إربد اليوم 8 صغرى 4 درجات موية عجلون 6 إلى 3 لكن أعالي عجلون طبعا درجات الحارة الأقل بكثير جرش 7 إلى 4 درجات المفرق 9 إلى 4 وأجواء باطرة مع تساقط البرد على فترات بمشيئة الله تعالى انتقالا للمناطق الوسطى أصل 9 إلى 3 درجات موية مادبة 8 إلى 3 عمان من 6 إلى 1 الزرقاء 9 إلى 6 درجات والبحر الميت أجواء مختلفة تكون بين 16 إلى 11 درجة موية مع بعض الزخات المطرية فيما ذا انتقلنا للمناطق الجنوبية من المملكة في الطفيلة 8 إلى 2 مع تساقط ثلجي متوقع في ساعة الليل في أعالي الطفيلة الكرك 5 إلى 3 مع تساقط ثلجي في لواء المزار الجنوبي ومؤتى في ساعة الليل القادمة الشراب من 4 درجات عظمى نهار هذا اليوم لكن الصغير القادمة درجتين 200 تحت الصفر في معان من 10 إلى 2 وفي العقبة من 19 إلى 11 درجة موية مع أجواء اليوم في العقبة أكثر استقارا يعني تكون بمنع عن تأثير منخفض الجوي في معان والطفيلة والكرك جميع هذه الأمطار والطفيلة تتوقع مع ساعات المساء أي آخر النهار وليس خلال ساعات النهار الأولى بمشيئة الله تعالى انتقال هذه المناطق الشرقية من المملكة أرويش 12 إلى 5 درجات موية مع فرصة للأمطار الصفاوي من 10 إلى 5 مع فرصة للأمطار والأزرق من 12 إلى 6 درجات مع فرصة لبعض الأمطار قبل الختام بعد التوصيات الهامة الأجواء قارسة البرودة للقادمة بالتالي ندعوكم إلى عدم الخروج إلى الخارج الاستخدام والحرص على الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بالإضافة لأن ندعوكم أكيد إلى الانتباه ولبس الملابس الثقيلة والمناطق التي تتوقع أن تتعرض التساقطات الثلجية للقادمة ندعوكم إلى عدم اللهوة اللعب بالثلج خلال ساعات الليل القادمة كونها الأجواء الصحية غير مناسبة في مملكة لهذه الفترة أتمنى لكم جميع النهار سعيد جمعة مباركة أينما كنتم دمتم في رعاية الله إلى اللقاء